الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فقد زادت الجرائم في المجتمع بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة بطرق وحشية غير معهودة كالذبح في وضح النهار والقتل والانتحار والسرقة والخطف وانتشار العنف بصور مؤلمة وقد ينظر البعض إلى هذه الظواهر الخطيرة التي بدأت تنتشر في مجتمعنا قد ينظر إليها البعض نظرة سطحية تعمق هذه المشكلات والأزمات ولا تجد لها حل فالمعالجة الصحيحة الصادقة لهذه الظواهر الخطيرة تتطلب لزاما أن نبحث عن الأسباب الحقيقية لهذه الأمراض لأن تشخيص الداء يساعد في تحديد الدواء كما أن الوقوف على أسباب الداء دون تقديم وأخذ الدواء زيادة في الداء وتأصيل للبلاء ولا جوز للباحث المدقق الصادق الأمين الذي يدرس هذه الظواهر الخطيرة لا يمكن له أن يعزلها عن الواقع الذي تعيشه الأمة بصفة عامة والواقع الذي يعيشه مجتمعنا في مصر بصفة خاصة نعم لا يمكن أن نعزل هذه الظواهر القطيرة عن إشكالية البعد عن دين الله جل وعلا بشكل عام فالإعراض عن الله سبحانه وعن منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الأخلاق الحميدة الكريمة الإعراض سبب لكل بلاء ولكل داء في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرات أشد وأبقى ويؤسفني ويؤلمني أن أقول لأولئك الذين يتهجمون على الدين ويتطاولون على ثوابته وأصوله وأركانه ورموزه ولا يصدقون علماءنا ويتهمون سادتنا وفقهاءنا وأئمتنا يؤسفني أن أقول لهم ما قاله الفيلسوف الروسي تولوستوي يقول الدين يوحد الروابط بين المرء وبارئه الأعلى ويهدي الناس إلى الطريق المستقيم وينور بصائرهم في أعمالهم ذلك الدين القيم الذي لو لا لأصبح الناس في ظلام لأن هناك من أبناء مجتمعنا للأسف من ليصدق إلا ما يقوله علماء الغرب وكذلك من أخطر أسباب هذه الظواهر البعد عن العلم الشرعي الصافي الصحيح من الكتاب والسنة والبعد عن العلماء الربانيين والدعاة الصادقين والطعن فيهم وعدم احترامهم وتوقيرهم فلقد أغلقت أبواب الدعوة في وجوههم نعم وهذا سبب من أخطر الأسباب لهذه الظواهر المؤلمة التي تظهر الآن في مجتمعنا بشكل مفزع مخيف أغلقت الأبواب في وجوه الدعاة الصادقين والعلماء المؤثرين وفتحت الأبواب على مصرعيها أمام العلمانيين والليبراليين الذين يطعنون في ثوابت وأصول وأركان هذا الدين كذلك من أخطر الأسباب صحبة السوء فقد ينشأ الإبن في بيت فاضل ثم يخرج إلى الشارع أو إلى الجامعة أو إلى النادي ليتعرف على صحبة سيئة تأزه أزا على المعاصي وعلى هذه الفتن والمحن ثم استقالة كثير من الأسر طربويا سبب خطير فلتصل إلى الأسباب لتحدد الدواء فالأمر ليس سطحيا استقالة كثير من الأسر طربويا وغياب الأباء والأمهات عن أولادهم وبناتهم حتى شعر كثير من الأولاد داخل البيوت بيوت من حقيقي طربوي فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا إن اليتيم هو الذي ترى له أم تخلت أو أب مشغولة وكذلك تفش الجهل زاد الجهل جدا بالله جل وعلا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالدين وانتشر الظلم وكثرت الأحقاد والاتهامات وغابت العدالة الاجتماعية بين طبقات المجتمع فضلا عن الأزمات الأخلاقية والسياسية والاقتصادية والتعليمية والإعلامية والتربوية والاجتماعية كل هذه الأسباب لا يجب أن تغيب عن بال من يبحث عن علاج لهذه الظواهر الخطيرة كل هذه العوامل تمثل حاضنة وبيئة وطربة خصبة لهذه الظواهر المؤلمة وهذه صرخة محب لدينه ولأمته ولوطنه قبل أن تغرق سفينة المجتمع ورب الكعبة صرخة لكل المسؤولين في الأمة عامة وفي بلدنا خاصة لكل المسؤولين عن وضع المناهج التعليمية والإعلامية والدينية والتربوية والفكرية والثقافية ووضع السياسات العامة والسياسات الاقتصادية والاجتماعية ليعيدوا النظر فيما يقدم لهذا المجتمع فيما يقدم لأولادنا لغرس العقيدة الصحيحة في قلوبهم وعقولهم لغرس أصول الشريعة في عقولهم وقلوبهم كتعظيم حرمات المسلمين وصيانة دمائهم وأعراضهم والحرص على وحدتهم وجمع كلمتهم وبيان خطر تفرقهم وتشنيع الخيانة للدين وللأوطان وحرمة الغدر وحرمة تخوين الناس والحكم على نياتهم وإساءة الظن بهم إلى غير ذلك من تزويد شبابنا وأولادنا وطلابنا بالقيم النبيلة والمثل العليا والتعاليم الإسلامية والأخلاقية والتربوية الأصيلة لإكسابهم للمعارف والعلوم والمهارات المختلفة ولتنمية عقولهم وملكاتهم وتطوير اتجاهاتهم السلوكية والأخلاقية والروحية والعقدية والإيمانية وتهيئة أولادنا لما تحتاجه الأمة ولما يحتاجه المجتمع يجب على المسؤولين أن يفتحوا أبواب العمل والأمل لأولادنا الذين أصيب كثير منهم باليأس والإحباط والاكتئاب الذي أودى بهم إلى ما نرى وإلى ما نسمع والإعلام كيف ندرس هذه الظواهر دون أن نتحدث عن الإعلام وعن وسائل الإعلام بكل أشكالها من فضائيات ووسائل التواصل والهوة المحمولة والمواقع وغيرها يتشكل الآن عقوله وفكر أولادنا وشبابنا أنا أتسأل هل يقوم الإعلام بكل أشكالي ومؤسساته هل يقوم مع المؤسسات الدينية والتربوية والتعليمية والثقافية والأخلاقية والاجتماعية هل تقوم هذه المؤسسات الآن بدورها المنشود في صياغة عقول وقلوب أولادنا بفكر صحيح بدين صحيح بقيم صحيحة متزنة بعلم وعمل للقضاء على هذه الظواير السلبية والعقائد الفاسدة والأخلاق الكاسدة والأعمال المنحرفة لإعادة بناء المجتمع من جديد لإعادة بناء المجتمع بناء علميا وعمليا وأخلاقيا وسلوكيا وعقديا وتربويا وروحيا وإيمانيا وثقافيا الإعلام له دور خطير جدا يستطيع أن يدفع عجلة التنمية في الأمة بما يمتلكه من إمكانيات ضخمة ومؤثرة صوتية ومرئية مذهلة فهل يترى نحن فعلا أمام رسالة إعلامية علمية عملية محترمة لها قيمتها وأهدافها وتعرف قيمة الكلمة وقيمة التوجيه ومسؤولية بناء مجتمع تعرض للهدن لسنوات طويلة أم أننا أمام إعلام في أكثر برامجه وأفلامه ومسلسلاته وضيوفه يعتمد على الإثارة لا على الإنارة يعتمد على الهدم لا على البناء يعتمد على التجريح لا على التطبيب بل ويعاد الدين ويشن حربا شعواء على أصول ديننا وثوابته ويخرج علينا في معظم البرامج وعلى كثير من المواقع يخرج علينا من يطعن المسلمين في قلوبهم كل يوم وكل ليلة حين يطعنوا في دينهم وقرآنهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين ولذلك أقول بكل صراحة ووضوح إن من الخيانة للدين انتبهوا معي إن من الخيانة للدين وللوطن أن يتصدر لعلاج هذه الظواهر الخطيرة من لا يفهم طبيعة المعركة ولا يمتلك أدواتها لمواجهة هذه الظواهر المؤلمة التي تهدد مجتمعنا بحق فيا سادة ويا قادة افتحوا الأبواب واسعة للعلماء المخلصين والدعاة المؤثرين والمفكرين الصادقين والمثقفين المخلصين لدينهم ولأمتهم ولأوطانهم ليخوضوا هذه المعركة الشرسة التي تتطلب ملكات وأدوات خاصة لا يمتلكها ولا يجيدها كل أحد افتحوا أبواب الأمل والعمل لشبابنا وأولادنا يسر الزواج قموا بحملات ضخمة لتوعية الآباء والأمهات لتيسير الزواج على أولادنا وبناتنا للحد من هذه النفقات المؤلمة التي لا استطعها جل شبابنا وأولادنا فلو لم يجد الشاب الآن أسرة كريمة تعينه وتأخذ بيده ما استطاع البتة أن يهيئ بيت الزوجية فضلا عن فرشه بهذا الأثاث الذي يطلب منه وكأنه يريدون أن يحولوا بيت هذا الابن الضعيف إلى معرض للموبيلية أو للذكور أذكر مرة ثانية بقول ربي فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى وأذكر بقول حبيبي الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبين لنا أننا جميعا نركب سفينة واحدة على ظهرها البر والفاجر يركبها الطائع والعاصي والتقي والشقي والمستقيم على حدود الله والواقع فيها ويبين لنا أنه يجب على أهل الفضل أن لا يترك الأمر بالمعروف بمعروف وأن لا يتخلوا عن النهي عن المنكر بغير المنكر وإلا لغرقت سفينة المجتمع بكل من فيها ولن بغي لأي عاقل في سفينة المجتمع أن يتبرم أو أن يتضجر من دعوة أهل الفضل والخير بدعوة أنا حر أنا أخرق في نصيبي كلمات تحمل في ظاهرها حسن النية وطيب المقصد والطوية لكنها أصل الداء وجرثومة البلاء كما قال إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عمان بن بشير مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقلوا ما أمروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا قال عليه الصلاة والسلام لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على إيديهم لنجوا جميعا هذه كلمات مختصرة لا أريد الإطالة إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء وأن يحفظ شبابنا وأولادنا وبناتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يسطرنا وإياكم في الدنيا والآخرة وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته